عايزة أتكلم عن حصادة 2020 وأبدأ من الآخر الجايزة اللي حصل عليها طبعا كابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولات في أفريقيا وفي الشرق الأوسط شفت الجايزة زي دي مهمة ازاي في تاريخ النادي الأهلي ومشواره إلى الآن هو بالتأكيد يعني محفل دولي وكمان أنه يكون موجود كابتن محمود الخطيب وسط أساطير من أساطير الكرة العالمية وبمثل نادي الأهلي وهو رئيس مجلس دارة النادي الأهلي في هذه الاحتفالية أنه نادي الأهلي ياخد جايزة زي دي بتأكد مكانته العالمية هو الأهلي متعود على الجايزة العالمية احنا شفنا الأهلي نادي القرن في أفريقيا شفنا بعد كده الأهلي بياخد برونزية كس العالم للأنداف 2006 نشوف نادي الأهلي دايما أكثر تتويجا على مستوى العالم في أعتقد سنة 2014 و15 و16 لحد ما ابتدى ريال مدريدي يحصد بطولات برضو قرية أكتر فأعتقد أن الأهلي متعود على العالمية يمكن شوية غابت البطولات الأفريقية في السنين اللي فاتت لكن سنة 2020 جات وجابت معها الجوائز العالمية تاني وبعد كده كمان هيكون في أعتقد يعني جوائز أكتر وهيكون في أكتر من كده الفترة اللي جاية هي فاتح الزام بيقوله كم إن شاء الله اللي جاية هيكون كمان أفضل لأنه عندنا سوبر أفريقيا إن شاء الله سوبر مصري